أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة النقاشية الجميع يعمل لكسب المال وتوفير احتياجاته لفترة محددة أقلها شهر إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما فما يكاد ينقض أسبوع أو أقل من تاريخ استلام المرتب حتى يصرف كله تبدأ مرحلة أخذ السلف وتدين من المقربين والأصدقاء ويستمر هذا الوضع لشهور عديدة لإنعدام ثقافة الادخار لدى المجتمع وما يمكنها أن توفره من عناء وضغوطات مالية ونفسية قد نقعوا بها تماما لأن حتى مصطلح ثقافة الادخار قد يبدو جديدا لدى البعض سنتحدث عنه اليوم تفصيلا وعن الوسائل المتبعة لتحقيقه مع ضيف عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد علاء السعدي وهو استشاري الدخار وتمويل في الصندوق الاجتماعي للتنبيع أهلا وسهلا فيك أخي علاء مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيكم بداية أستاذ على ماذا نعني بالادخار وما أهمية الوعي بثقافة الادخار أولا أحب أن أتطرق لنقطة مهمة وبزئية مهمة قبل أن أتطرق إلى موضوع الادخار ألا وهي الصورة الذهنية المرتبطة بالشخص المدخير للأسف في واقعنا أصبح الشخص المدخير عبارة أن الأشخاص يرون إليه أنه شخص بخيل وهذا غير صحيح إنما هذا الشخص تبنى ثقافة الادخار ربما عنده أهداف مستقبلية يريد تحقيقها ربما لمواقهة طوارئ مستقبلية فلا يعتبر أنه الشخص المدخير شخص بخيل هذا توضيح قبل أن ندخل بموضوعنا أشكرك على التوضيح الصراحة بالنسبة لأنه ليس فقط حتى يمكن في مجتمع اليمني في كل المجتمعات العربية على كل الناس يواجهوا المدخرين بنفس هذه الطريقة تفضل أيها الآن ندخل بموضوع الادخار موضوع الادخار كمصطلح يعتبر فائضة دخل عن الاستهلاك نقربه بشكل أكثر بلغتنا العامية أنه الادخار هو القز الغير مستخدم من إجمال الدخل أي يعتبر قز من المال لا يتم استخدامه هذا بالنسبة لمفهوم الادخار طيب لو نقوم نتكلم عن أفضل نظام ادخار موجود في العالم طبعا أفضل نظام ادخار موجود هو عند النمل وقد تبينا هذا في القرآن الكريم وبينته الدراسة الحديثة أن النمل يقوم بالادخار بوسائل وطرق تحافظ جدا على مدخراته لسنوات عديدة أيضا نقدر نقول أن أول من طرح فكرة الادخار في البشرية هو نبي الله يوسف عليه السلام عندما أمر قومه أن يدخر ما يتم زراعته خلال سبعة سنوات إلى سبعة سنوات لاحقة طبعا نحن لا نتعذر بالوضع أو نقول الوضع والوضع والوضع لأن هناك تقربة ناقحة لمنظمة كيرة العالمية مطلع التسعينات تحديدا في عام 1991 في دولة أفريقيا في مقرة أفريقيا عفوا في دولة النجر عملت على إنشاء مجموعة ادخار وتمويل ريفين للنساء الأشهد فقران والأميات من خلال ادخار مبالغ بسيطة ومن ثم تحويل الادخار إلى استثمار وفتح مشاريع صغيرة مدرة للدخل جميل هذه كانت مبضة بسيطة عن الادخار نعم طيب يعني على خلينا نقول يعني للناس اللي عادهم بيتابعونا وبدوا فعلا يعترفوا ويرتفع عندهم الوعي بأهمية الادخار ما هو الحد الأدنى للادخار إذن من الراتب الشهري وهل يختلف هذا الحد من شخصي إلى آخر حسب دخله حل وقميل هذا السؤال وقميل قد طرحك أستاذ العزيز طبعا في أغلب دول العالم من خلال بحثاتي ودراساتي واطلاعاتي أنه أقل نسبة للراتب ممكن أن تكون مدخرة هي 10% هذا أقل نسبة لا تقل عن 10% ويمكن تقسيم الراتب يعني الأشخاص اللي يحبون أنهم يقسموا رواتبهم أو تكون بداية انطلاقات لتبني فكرة ثقافة الادخار يمكن تقسيم 50% للحاقات الأساسية حاقات أساسية يعني الذي لا يستطيع الإنسان العيش بدونها كالمأكل والمشرب وعلشان ما يزعلوش مننا و30% نخليها رفاهية وكماليات أيضا 10% تكون مخصصة للدخل و10% تكون مخصصة للاستثمار لأنه البواب الرئيسية للاستثمار هي عن طريق الادخار نعم طيب يفرق من شخص إلى آخر أو كل الناس زي بعض أكيد يفرق من شخص إلى آخر لأنه مستوى الراتب يا عزيزي يفرق من شخص إلى آخر غير كذا مستوى الالتزامات تفرق من شخص إلى آخر هناك فرق بين شخص متزوق ومتحمل مسؤولية ومتحمل إيجار بيت وهناك فرق بين إنسان غير متزوق ومسؤولياته أقل فهناك اختلاف كبير بالعدة العوامل الديمغرافية التي ذكرتها نعم أستاذ علاء لو تحدثنا عن صرف الراتب بعد استلامه مباشرة تحدث لنا تحدث لجميع الأشخاص بالتأكيد فلا تمضي أيام بعد استلام الراتب إلا وقد انتهى تماما ويبدأ الموظف بطلب السلف وتديين فهل زيادة الراتب هو الحل أم معرفة كيفية التصرف بهذا الراتب واتباع ثقافة الادخار هي مهمة سؤال جميل جدا طبعا إقابة هذا السؤال موجودة في السؤال نفسه طبعا من أكثر معوقات الادخار في العالم هي حقم الراتب بشكل أساسي نكون صريحين مع بعض لكن هذا لا يعتبر أنه قدو المشكلة يعني الذي ليس لها حل فبعض الأشخاص بسبب الفوضى المالية التي يعيشها تمنعهم من الادخار هناك أشخاص رواتبهم مقدية وبالعملة الصعبة وقادر أنه يدخل لكن لو نقل نحلل ونشوف وين إقمال صرفياته نهاية شهر نقل نشوف صرفياته صرفها كامل في الرغبات حتى الحاجة الأساسية اللي يضطر أنه يتسلف علشاني بنصف الشهر أو طارق عشرين بالشهر راحت كلها للرغبات فأنا ضروري أن أبدأ أحدد ميزانيتي أحدد إيراداتي كان بالشهر وأحدد مصروفاتي وأبدأ بالأشياء الأساسية التي أستطيع أن أكمل نهاية الشهر فيها ومن ثم أنطلق إلى الرغبات والأشياء وقبل هذا أستقطع مبلغ من الدخل بأقل نسبة تفقنا عليها كعشرة بالمية وفيه أشخاص يقدروا يدخلوا أكثر من هذا المبلغ نعم في المشكلة إذا واحد مش متعلم ثقافة الادخار سيد علاء وهو راتب قليل لكن ما بتعلمها هو راتب كبير كلما كثر الراتب أو في زيادة في الراتب في زيادة أيضا ترافقها في الصرفيات للأسف طيب يعني في نظرك أنت ما هي المشاكل أو الأمور التي قد تعيق عملية الادخار إذن؟ من المشاكل التي ذكرتها أنه أيضا الفوضى المالية أنه ما يكونش عندنا أهداف أهداف مبينة ليش بتدخل المال ما فيش عندي محفزات ليش بتدخل المال هذه تعتبر من الأشياء الكبيرة التي تعيق موضوع الادخار ضروري أننا يكون عندي أهداف للادخار التي تعطينا إيش تتعطينا حافز علشان أدخل يعني واحد بس ما يروحش يدخل وخلاص لازم يدخل وعارف في الآخر كما المبلغ اللي يحب أن يدخل وفين بيصرف لا يا عزيزي الكريم هناك أشخاص لما نناقشهم بموضوع الادخار نعرف أشخاص وزملاء يعني رواتبهم بالعملة الصعبة تكلموك من الدخير يقول لك ليش بده خير خلينا عيش هي نهايته موته من هذا المصطلح أوكي ما اختلف ناش بس أنت قد تواقع لا قدر الله طوارف طارئة مرض ظروف صعبة بعض الأحيان قد تكون بهذه الوظيفة حين الآن في زمان انعدام الأمان الوظيفي يمكن لا قدر الله لظروف صحية لمشاكل في العمل إنك تسيب الوظيفة فضروري أن يكون معك مبلغ طوارئ أقل شيء راتب ستة أشهر تقدر أنك تمشي نفسك فيهم لحين وجود الوديل وظيفة مناسبة أو بداية مشروع خاص فالهدف مهم جدا الهدف هو يعتبر الحافز الأول للإدخار طيب أستاذ علاء لو تذكر لنا أساليب وطرق تساعدنا في اتباع وتطبيق عمليات الإدخار طبعا من خلال أساليب الإدخار أولا أول أسلوب أعرف ميزانيتي أعرف ميزانيتي إراداتي الشهرية ومصرفاتي من خلال معرفة إراداتي الشهرية وإجمالي إراداتي الشهرية إذا كان لدي راتب ولدي أيضا إرادات من مشاريع أخرى أو إيقارات أو عقارات أو كذا أقمع مبلغ إجمالي إراداتي الشهرية وأسوي لي ميزانية شهرية أقسم الراتب إلى أجزاء منها المصروفات الأساسية والرغبات والكماليات والإدخار ومن خلال معرفة الإرادة مع المصروفات أقدر أن أعمل خطة واضحة أسر عليها هذه أول نقطة ثاني نقطة نقدر أن نخفض النفقات في بعض الأحيان هناك ظاهرة تسويقية تعتبر اندفاع الشخص للتسويق أو للتسوق بعض الأحيان يذهب إلى محل تجاري أو مكان مدمن تسوق هذه تعتبر ظاهرة الآن مدمن تسوق يذهب مثلاً يأخذ حاجة فيضطر أنه عندما يذهب يأخذ أكثر من حاجة فتكون هي رغبة مؤقتة بعض الأحيان يأخذ هذه الحاجة لا يحتاج فنحن نخفض التكاليف نتريث في قرار الشراء ننتظر أسبوع وكذا عشر أيام وبعدها نفكر هل هذا الشيء مناسب أم عدم مناسب ومن خلال هذه الاستراتيجية نستطيع خفض التكاليف إلى أقل قدر ممكن نعم إذن الأهمية الكبرى هنا نتحدث أنه للأسف حتى يمكن مع وجود الأونلاين الآن وشوفوا الشراء عبر الأونلاين الناس كلهم على طول أول ما يلاقي حاجة بتعجبه بيروح الكبس يلا شترينا وانتظر متى بتوصل لعدة في بعض المناطق لكن عموما إذن أحبيت فكرة جدا سيد علاء اللي تكلمت عليها أنه إذا تحب تشتري حاجة انتظر تروح تشتري على طول أسبوع عشر أيام بعدين نفكر مدى احتياجك لهذه الحاجة اللي بتروح تشتريها ومدى أهميتها حتى لحياتك خلنا لو نرجع نتكلم على الشوية عن أهمية الادخار أيضا للمستقبل أهمية الادخار أيضا لوقت تقاعد مثلا في فترة أنه واحد يكون كبير في السن ما أهميتها لهذه الفترة سؤال جميل أستاذ العزيز أنا بأتطرق لهذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى محورين الأهمية بأقسمها إلى محورين من خلال تقسيمه بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع نبدأ بالنسبة للفرد طبعا أهمية الادخار بالنسبة للفرد مواقهة أي ظروف طارئة مستقبلية يمكن على المدى القصير لقدر الله مرض أحد الأولاد أو أي مرض في العائلة أيضا يمكن خلال أو عطل في سيارة الشخصية وممكن انكسار قواله فيمكن هذه تستخدم كمواقهات الطوارئ أيضا تغطية النفقات الأساسية للشخص يمكن كما ذكرت سابقا قد يكون الشخص راتبه كويس بالعمدة الأقنبية لكن يفقد بعض أحيان الوظيفة لعدة أسباب فهمية الادخار تكمن في أنه يكون عنده أقل شيراته بستة أشهر يقدر أنه يتقاوز هذه الفترة لحين وجود وظيفة بديلة أو مشروعه الخاص أيضا الادخار كمان لتوفير تعليم أفضل للأبناء في المستقبل من خلال توفير لهم تعليم مناسب جدا أيضا كمان مهم جدا جدا للأشخاص الذين يعملون في وظائف طول أعمارهم ينصدم أنه بعد ممرور العمر طبعا بني آدم هو أيام متما ماشت أيامه خلط عمره فينصدم بعد التقاعد أنه لا يملك شيء وظيفته راحت راتبه قلب فالادخار مهم جدا بالنسبة للفرد من خلال مواقهة النفقات بعد الادخار إما لشراء المنزل والاستقرار فيه إما لبداء مشروع خاص كمصدر داخل هذا بالنسبة للفرد بالنسبة للمجتمع يا عزيزي من خلال الادخار طبعا يعتبر الادخار أنه البواب الأولى للاستثمار من خلال الادخار ومن ثم عملية الاستثمار تنمية المجتمع من خلال مشاريع جديدة طبعا المشاريع الجديدة بتذير فرص أعمال جديدة مما يؤدي إلى قلة نسبة البطالة وزيادة معدل النمو في العمل في المجتمع طيب أستاذ علاء لو تحدثنا عن الأشخاص القادر على الادخار وإمساك المال وعدم نفقه في مقتنيات غير في احتياجاته كمان في أشخاص تلاقيهم أنه ما يقدروش خالص أنهم يدخلوا المال حتى يكذبوا على أنفسهم خلاص هذا الشهر بتدخل المال وتلاقي أنه صرف الراتب كامل فبهذه الحالة كيف ممكن الشخص هذا يعلم نفسه ادخار المال أولاً هذا الشخص ضروري أنه يشوله قائمة نفقات شهرية يشوف المال يتسرب لوين بعض الأحيان نلاحظ أنه تسرب المال يروح لأشياء كمالية أو رغبات يمكن نحن الاستغناء عنها فمن خلال حصر الأشياء ومن خلال حصر الأشياء الأساسية ومعرفة أين يتسرب المال يستطيع هذا الشخص أن ادخار ولو لقزء بسيط طبعاً لا نستهين بمبلغ الادخار أمكن اليوم أو هذا الشهر أدخل مبلغ يمكن الشهر اللي بعده حافز أدخل أكثر يمكن بعدين أشوف لي مصدر داخل آخر أنه ينمي عندي ثقافة الادخار فالموضوع هو أننا أضع أهداف وأبدأ أسعين نعم طيب يعني كنا تكلمنا مع حضرتك أنه في المحتاجين نحن نجعل جزء من المال احتياط للطوارئ لمرض لتعب لسفر مفاجئ مثلاً هل أنا حابة أسألك هو هل هو نفسه مبلغ الادخار ولا يفترض أن يكون مبلغ الأمور الطارية مختلف عن مبلغ الادخار وفي وقتين ما إذا لم نحتاج عليه يمكن في الآخر أن نضيفه إلى مبلغ الادخار لو ممكن تفسر هذه النقطة بوضوح أكبر طبعاً هذا البند يختلف بسبب القدرة المالية للأشخاص هناك أشخاص يعني حده أنه يقدر يدخل وما يقدرش يصنع صندوق طوارئ فالمبلغ الادخار يمكن أنه يعالج هذه المشاكل سواء المراض أو السفرات أو أي شيء آخر أما الأشخاص الذي قادر يدخل لتحويل الادخار إلى استثمار وقادر أنه ينشئ صندوق طوارئ للحاجات المستقبلية القريبة فهذا يكون أفضل يعني نعم طيب في حالة عدم وجود أموال فائضة للادخار سيد علام كيف نتصرف عفوا في حالة عدم وجود أموال فائضة للادخار كيف نتصرف يعني إذا الشخص يقل نهاية الشهر لا يوجد مبلغ مدخار نعم هو مش قادر يدخل لأنه الراتب الذي يدخله هو نفسه الراتب الذي يدوب يكفي احتياجاته إيجار بيت مأكل مشرب رسوم مدرسة إذا كان في أطفال مثلا في هذه الحالة هل يفترض أن نحن نبحث عن عمل آخر نستسلم للواقع اللي منعيشه أشي يفترض أن نحن نحاول نقلد من الاحتياجات أو ندرسها بشكل صحيح طبعا طبعا يا عزيزي لو قلتنا نتكلم على الواضع وما واضع ونخلي الوضع شماعة ما بنوصلش لأي حل وضلبت لكم المثال اللي هو في صوته منظمة كير على النساء الأكثر أمية والأشد فقران في النقر وبدأوا معهم بالادخار وبدأوا معهم من تحويل الادخار إلى استثمار ونحن أيضا كذلك يبدأ الشخص يحاول أنه يقلل نفقاته الذي هي ليست نفقات أساسية يمكن رغبات أو حاجات الحاجات التي ليست لها ضرورة جدا يبدأ أنه يحاول يدخل مبلغ قليل هذا المبلغ بيكون له حافز يعني أنا الشهر الأول أدخلت مثلا مبلغ مش كثير جدا بس قدرت أن أدخل هذا بيكون لي حافز للشهر الآخر يمكن بعدين أننا أوصل لمبلغ ادخار أننا أفتح لي مشروع بسيط مشاريع بسيطة غير مكلفة يمكن أن تدر لي داخل وممكن أننا أبدأت بني ثقافة الادخار طيب ما هو دورة الأسرة؟ يعني للأسف هي الأسرة ليس للأسف هو شيء جميل عموما هي المدرسة الأولى في حياة كل منها فما هو دورة المدرسة في تنمية ثقافة الادخار لدى الأطفال منذ الصغر؟ طبعا يا عزيزي دورة الأسرة مهم جدا كونها هي أساس المجتمع وطبعا أنا أنصح أنه أي شخص أو رب أسرة يبدأ يدخل أنه يبدأ يطلع زوجته وأولاده أنه إحنا والله أنا ببدأ أدخل بتقل التكاليف لأنه إحنا مثلا أساكنين ببيت إيقار يمكن بعد عشر سنوات نأخذ منزل قديد يمكن أنتم على شانكم الآن بعدين تطلاقوا تعليم أفضل تدرسوا لغة بدولة قنبية نفتح لكم مثلا بعض الأحياء بعض ما تخلصوا دراسة مشاريع يعني أمهد لأسرة الأهداف المستقبلية والفوائد العظيمة التي سوف يقنوها من الادخار لشان نكون يد واحدة نعين بعض على الادخار وتبني ثقافة الادخار ونكون حماس لبعض الادخار نعم أستاذ علاء لو تحدثنا عن معنى أو الفرق بين الادخار والاستثمار طبعا الادخار عبارة عن استقطاع مبلغ معين لمدة زمنية معينة لحين اكتمال مبلغ الادخار لعمل مشروع استثماري مشروع استثماري منتج استطيع من خلاله در الدخل كعائد مالي لياء مع الحفاظ على رأس المال المدخر وتنميته نعم طيب يعني كنا سعداء جدا متواجدك معنا تكلمنا في تفاصيل كثيرة جدا تمنى تكون الرسالة وصلت إلى كل المشاهدين خلينا نختم معك بنصائح خيرة توجهها للمشاهدين لمعرفة كيفية تحول الادخار من مجرد عادة إلى ثقافة يومية نعيش معها طبعا أول شيء اقعل ثقافة الادخار تلقائية نهاية كل شهر أنا بتدخل أول شيء ثاني حاجة اعرف ميزانيتك الشهرية الإرادات والمصروفات ثالث شيء اعمل على قائمة ومفصلة بنفقاتك الشهرية واحرص على عدم نفقاتك في مواضيع غير مقدية وغير أساسية أخيرا أختم إذا كان في مقال للتنافس في الحي التي تعيشه أو على مستوى الأسرة أنك تبدأ تسوي لك مجموعة ادخار تدقوا تتنافسوا على الادخار وتساعدوا بعض وتشكعوا بعض أنه أنا أدخر الشهر هذا لا أنا أدخرته أكثر منك يعني وجود أهداف للادخار كي تساعد على الادخار نشكرك جزيل شكرا سيد علاء السعدي وأنت استشاري ادخار وتمويل في الصندوق الاجتماعي للتنمية شكرا لك عفوا يطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر